هذا استكمال لإجابة الدكتورة لطيفة عن الفواكه وعدم رغم الطفل لتناول الفواكه الخضار والاتجاه إلى الوجبات السريعة أول شيء سوري يعني اللوم على الأم فما أعتقد الطفل يتعرف على الوجبات السريعة من نفسه يعني هو مثلا بيروح يتجه لمطعم وجبات سريعة فهي الأم أو الوالدين أو الأفراد الأسرة هي أول شخص اللي يتعلم العادات الغذائية للطفل بعدين ييه لسن أكبر يتعلمه من المدرسة ومن أقرانه بعدين ممكن يتأثر بالإعلام والتلفزيون والدعايات بعدين في بعض حالات مرضية خاصة يتبع نظام غذائي معين فأول شيء بداية إذا كان يعني إذا كان الوالدين يعني مثلا تشوفين منظر ما أخذ برقر اللي كان برج خليفة وكيف تلومين الطفل يعني فهو في كل شيء يتبع السلوك اللي يتبعه والدي فليش اللوم بس عن الغذاء فدائما إذا كان سلوك الوالدين السلوك الغذائي الصحي بصورة طبيعية ولكن فيه هنا ممكن الأمهات يقولون إحنا نتبع نظام غذائي معين لمن يروح للمدرسة ويطلع بره يتأثر صح هذا الكلام صح حملات تفتيشية جداول مثلا غذائية للطلب والطالبات نعم هناك معايير حسب معايير عالمية تم تنظيمها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومجلس الشارقة للتعليم ووزارة الصحة في قسم التغذية ضمن المعايير العالمية وأيضا مؤسسة الشيخ خليفة للإعمال الإنسانية ضمن المعايير حسب احتياج كل مرحلة عمرية والإشياء التي ممكن تتوفر وحتى البطاقة الغذائية للوجبات المساندة حسب المعايير فإذا تم قراءة البطاقة للوجبات المساندة تختلف أو تطلع من هذه المعايير يتم استبعادها على طول فممكن أقدر أقول لك خلال فترة من 2015 صار تغيير جذري ممكن في ناس يزعلوا منه اللي يحبون الأكل ما القبل ولكن نحاول بشتى يعني نكلف كامل جهودنا وحتى لما تروحين في منظمة صحة العالمية أول سؤال يسألك يعني من روح الاجتماع عندكم دليل أو معيار لتغذية طلبة المدارس والمقاصف المدرسية لأن هذه الأكبر شريحة من المجتمع فإذا كان سلوكهم الغذائي صحيحة أو عاداتهم الغذائية صحيحة للجيل القادم يعني أضمن أن يطلع لجيل سليم ما فيه أمراض مزمنة جميل في بعض الأحيان أو تصير بعض المشاكل دكتورة لطيفة لما الطفل يروح للمدرسة أو شال حقيقة الغذائية ممكن أنه ما يتقبل الأشياء أو الأشياء الغذائية الموجودة داخل هذه الحقيبة سواء كانت من فواكه خضروات أو حتى أشياء مهمة كيف ممكن أن الأم تنصح الأطفال أو ابناءها الطلبة والطالبات من حمل هذه الحقيبة وبعض الأحيان تحسين أن الأطفال ممكن يصيب أويهم نوع من الحرج من حمل مثل هذه الحقيبة صح لمن يكون في عمر أكبر شوفي أي شيء يعني إحنا مرينا كلنا مرحلة دراسية صحيح ما كنا نحب نشيل حقيبة غذائية معنا فلابد من تعاون المقصف وتوجيه الطالب ممكن يوفر في بعض المقاصف ما يتبع هالمعايير اللي إحنا حطينا فلابد من توجيه ما يكون توجيه بس من دور الأم والأبو الأم والأبو وأفراد الأسرة كلها حتى الطاقم التعليمي أو المدرسين اللي حواليه فمثلا لنفرض أنا كنت في أحد المدارس أنا أتذكر أيام أنا كنت في مدرسة كان مطعم وجبات شريعة يعني كاشخين نزيل فلازم يتم توجيه الطالب أن الطعام هذا ممكن تتناوله مثلا مرة في الأسبوع أو تاخذ الأشياء اللي يكون البورشن سايز أو الحصة أو الأحجام صغيرة لا تتناوله بصورة متكررة أو ما أعطي فلوس أنه يقدر يشتري هاي الوجبات فالدور ما يقتصر الدور بس على الوالدين الوالدين الطاقم التعليمي المدرسة حتى الناس اللي يحطون المعايير لازم يكون لها مراقبة ولكن إذا افترضنا أن احنا فقدنا كل هالأشياء لابد من تثقيف الطفل يتم تثقيف الطفل من خلال توجيهها مثل ما احنا ساوين هالبرنامج الحين حق الناس العاديين ممكن برنامج يعني أنتوا تخدموننا كإعلام مثل أفلام كرتون أن الشخص أكل هذي وصيبه بالأمراض فيترسخ في الذهن ويبتعد هو عن هذه الأطفال الحل حتى الدكتورة اللي طيفة بكتع كلامك بالخير أن حتى الأمهات أو المعلمات أو أي حد استخدموا الحلوة أو الوجبات غير السليمة أو الصحيحة كأسلوب تجيع للأطفال يعني أنت لما بتيب مثلا هذا المعدل الفلاني أنا بعطيك الحلوة اللي أنت تريدها نعم بوديك المكان اللي أنت باه أيوة شوفي لازم هو ما يحس الطالب إذا هو نجح أو ياب علامة لازم أكافأه لازم يحس أن هذا واجب لا بد أنه هو يسوي وحتى إذا أكافأ أكافأ بالطريقة الصحيحة مش أني أكافأ مثلا مثل ما تكرمتي أن أعطيه نوع من الحلوة أو أوديه مطاعم وجبات سريعة لأنه هو سوى شيء زين بالمقابل أعتبرتي هاي الشيء مثل أكرمتي هذا الشيء أو رفعتي من قدرة فهو يحط على طول ويظل معاه لين يكبر أن هذا الشيء مرتبط بالشيء الحسن اللي أنا أسوي فهو يتم أن اختياره هذا هو الاختيار الأفضل يعني يعطونا للأبطال للناجحين فيجب أن مثل ما أقول لك شون الطاقم التعليمي يتعاون معنا مثلا أوكي أبي أوزع شيء ممكن أعطيه مثلا لنفرط نوع من أنواع الفاكهة بيقولون الطالب ما يحب الفاكهة أو ممكن تقطيع الفاكهة بصورة تجذب الطالب وبعدين خليهني يعني أول طلعنا فاصل ما كملت أنا الجملة عن خضروات فواكه الطفل دائما ما يتقبل الطعام يعني اللي الدخلين يديد عليه من أول مرة فمثلا أم تسألينها تعطينا فواكه تقول عطيته وما يتقبل لا هذا الجواب خاطئ ممكن يمر عليه عشرة إلى خمستعش مرة عشرة إلى خمستعش مرة فليش قلت قبل ما تعد الطبق لازم تعد كيلو من الصبر قبل ما تعد طبق الطعام أيوة فمثلا من عشرة إلى خمستعش مرة لين يتقبل الطعام الجديد صحيح مثلا دكتورة لطيفة أنا مثلا أبني لما ما يأكل وجبة معينة أو فاكة معينة خلاص أحس أن أبني ممكن أن ألغيها أنه صار ما يتقبلها فمثلا ما ذكرتي دكتورة لطيفة أنه محتاج صبر صبر أيوة فلازم يعرف أن مثلا لنفرض وائد أمهات مثل ما قلنا بداية يقولون مثلا طفلي ما بسمي نوع من أنواع خضروات ما يحب خضروات صحيح ولكن ممكن أنا مثلا بعطيك مثال مثلا الخضار اللي تأكل ممكن على صورة أصابع طازجة مثل خيار أو جزر ممكن قطعها بصورة جذابة معظم الأطفال يحبون مثلا كتشب أو يحبون حمص أو الأشياء اللي هاي اللي يكون فيها غمس فممكن تقطع على أشكال والطفل يغمس الطعام نفسه هاي فيكون الطعام الثاني اللي هو يحبه من قبل ودخل طعام جديد صحيح ولكن ما يتقبله من أول مرة يجب المحاولة عشر مرات وفوق نعم دكتورة لطيفة الحوار جدا شيق معاك بصراحة أنا ما أحب أني أنهي الفقرة لكن للأسف انتهت فقرة برنامجنا اليوم أشكر لك تواجد دكتورة لطيفة على برنامج همسات وطبعا أتمنى من الأمهات أخذ نصائح بعيني لأعتبار وطبعا أنا وحدة منهم شكرا شكرا